موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الصف الثاني الاعدادي اهلا وسهلا بكم في مادة هلو النهاردة هناخذ يونيت 11 عنوين اليونيت بتاعنا بيقولي مستقبل الكوكب بتاعنا يلا بنا نريع على اللي احنا درسنا قبل كده ناخذ ناخذ كوريكت كويسشن نومبر وان بولي هل تستطيع رؤية الثيور اللي في هناك على الشجرة طبعا زي ما انت فاهمنا من ترجمة الجملة ان الثيور دي حاجة بعيدة جدا فبالتالي الزيس مش هتنفع لان معناها الزيس معناها هؤلاء بس الجامع القريب لكن انا عندي الثيور وقفة بعيد فهتبقى زوس نومبر تو علي واحد من عايز اقول من اشتر المهندسين في الشركة طبعا عندي بقرم ما بين المهندسين او بفضل عليه على المهندسين موجودين في الشركة كلهم كان بتتكون من بكتب الاول they وبعدين adjective بضبطها est لكن ما بين كاثنين between two اللي هي comparative كنا بنجيب في الصفة er وهنا عشان تسيغل تفضيل superlative فحتبقى the clearest الاسكا او الامهر they have to wear space clothes in that special party هما كانوا مضطرين لارتداء space ملابس ملابس بيكون ايه في هزين ونسبة الخاصة او الحفلة الخاصة traditional معناها تقليدي electric كهربائي وضن معناها خشبي او مصنوع من خشب relaxed معناها مرتخي او مستريح يبقى حتبقى الاجابة traditional close معناها ملابس تقليدية في حفلة خاصة number two when did you and your wives be married امتى انت وزوجتك ايه تزوقتو تعال انشو في الاختيارات come come يعني يأتي have عنده او يمتلك get يصبح take ياخذ زي ما احنا اخذنا في الexcerpations قبل كده ان كلمة مارد بيجي معها get married معناها يتزوج شوف مع بعض new vocabulary بعض الكلمات الجديدة زي ما انت شايف كده دي الواح للطاقة الشمسية بتتحط على اصحف المنازل عشان تحول لطاقة الشمس الى طاقة كهربائية فالواح الضوقة الشمسية بسميها solar panels solar panels عندنا زي ما انت شايف دي قميمة يبقى اسمها rubbish يبقى rubbish معناها قميمة wild life حياة برية wild life عندنا روف سطح روف سطح draw it معناها جفاف draw it دي طواحين الهواء اسمها wind tourpines wind tourpines معناها طواحين الهواء recycle معناها يعيد استخدام زي ما انت شايف كده دي trash beans المفروض بحط كل حاجة في مكانها عشان اعيد استخدامها تانية مرة اخرى عندنا كلمة reduce معناها يقلل reduce معناها يقلل melt ينصهر او يزعوب melt expression عندنا كلمة because معناها بسبب بيجي بعدها ايه بيجي بعدها السبب والسبب ده لازم يكون جملة كاملة subject و بعد كده verb و بقية الجملة طيب و عندي بقى because of معناها بسبب الفرق ما بينها ايه ان because of بيجي بعدها noun اسم throw away معناها يتخلص من شيء معين أو يرمي throw away عندنا كلمة make money يجمع ميل كلمة make money يجمع ميل go tracking معناها لترحيل go tracking و دي رياضة المفروض بتتمشي ما بين الجبال اسمها go tracking examples انا عندي زي ما قلنا because و because of انا ما قولك هنا i was late انا كنت متأخرة because of the bad traffic بسبب المرور السيء او زحمة المرور انا عندي هنا بكلمة because of معناها بسبب و جالي بعدها ايه نعاون تمين طب انا نشوف نعم بارتو i was late انا كنت متأخرة because the traffic was bad انا كنت متأخرة عشان المرور كان سيء زي ما انت شايف كده الفرق ما بين الجملتين هما اولا بيدوا نفس المعنى بس الفرق ان هنا عشان ما فيش كلمة of جاء بعدها و بعد كده وباكمل بقية الجملة بتاعتي يبقى بيجي بعد because جملة كاملة لكن because of نعاون preposition حروف الجل عندنا كلمة dangerous for معناها خطير من اجل حاجة او على شي dangerous for across the desert معناها عبر الصحراء across the desert on your own بمفردك on your own بمفردك عايز اقول نوع من ممكن اقول kind of او sort of kind of او sort of language notes choose number one جراج طبعا الجراج معروفة و path room اللي هي الحمام اكيد الاجابة هتبقى roof الواقي السطح عشان ما قدر اشوف النجوم number two بيقول لي احنا لازم ايه نعمل ايه في الاشجار عشان ده حيساعدنا ان احنا نحافز على الهوى اللي احنا بنتنفسه تشوف الاختيارات recycle معناها يعيد استخدام burn معناها يحرق plant يزرع cut داوين معناها يزيل او يقطع او يشيل يعني الحاجات طيب يبقى هتبقى الاجابة بتاعتي planet بنزرع اشجار علشان تساعدنا في تنظيف الهوى اللي احنا بنتنفسه excel yourself طبعا احنا مستنين الاجابات بتاعتك على الاسئلة زي في الكومنتز تحت الفيديو choose question number one don't drop space put it in the pain please rubbish music tradition nature number two space is a piece of equipment that uses energy from the sun to make electricity solar panels washing machine tablet laptop grammar grammar بتاعنا هناخد 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 الفرق ما بين be going to present continuous اه معناها سوفة احنا دلوقتي معنا جزء grammar بتاعنا احنا هنستخدم هنقول هنعبر عن المستقبل باستخدام be going to present continuous اللي هو المدورع المستمر طب تعالا نشوف مع بعض كده going to الفرم بتاعتي هتتكون من ايه من subject am or is or are going to زائد verb infinitive يبقى انا عندي قبل going to اذا ما حط ام او از او ايه او ار وبعدها بحط verb وحيبقى معناها سوفة بتسوي كلمة ويل بس انا بستخدم دي في حاجات مختلفة عن بستخدم going to لو انا برتب على برتب حاجات او حاجات انا مخطط لها زي الجملة عندي كده I am going to help my father انا سوف هساعد والدي يبقى اكيد انا رتبت لكده ان انا هساعد بابا زي ما انت شايف كده subject اخترت بعدها am going to بعدها verb infinitive number two the students are going to do very well in their exams التلاميذ سوف يؤدوا جيدا في الامتحانات بتاعتهم انا عندي هنا الجملة بتكون من ايه من subject بعد كده or going to وقالي بعد or going to do verb ايه الفاعل في المصدر طب انا كمان ممكن استخدم present continuous عشان عبر عن المستقبل تعالى افتكر بك يوم من ايه subject am او is او are بكتب verb ing اخد بالك هنا مش بكتب going to بكتب verb ing على طول المصدر المصدر اللي ايه للي انا هعمل الشيء ده في المستقبل طب بيتكون من ايه subject بعد كده am او is او are بعد كده جالي فيرب بلس ايه ing وعندي طبعا كلمة next من الكلمات اللي بتدل على زمن المستقبل number two we are catching our train add 12 30 we aren't taking the bus بص الجملة دي كده هتلاقي الجزء الاولاني منها affirmative والجزء التاني منها negative تعالك انا نركز في الجزء الاول منها we are catching our train add 12 13 الجملة معناه ايه ان انا حركب القطر الساعة اتناشر ونص طبعا القطر ده عشان ليه معاد محندا عشان تبتلك كل حاجة انا خلاص انا جهزت الشنط وحطعت التذكرة وجهزت كل حاجة بقى ده شيء تم تخطيط له خلاص وتجهيز كل شيء للايه للفعل ده وزي ما انت شايف الجملة بدأ بويل subject عشان كده كتبت or plus verb ing تعالك نشوف كده الجزء التاني من الجملة part التاني منها we aren't taking the bus احنا مش هنركب البص مش هنركب القطوبيس الجملة دي negative تعالك كده نشوف ال negative حيكون من ايه من subject وبكتب am او is او are plus not plus verb ing وما نساش المفروض تيك اخرها ايه فبحث في الايه ووضيف ing choose question number one what are you space to do at the weekend بيسألني ماذا سوف تفعل في الاجازة الاسبوعية تعالك كده فتكر السؤال بيكون من subject وبعد كده sorry بيكون من question word وبعدين helping verb are زي ما احنا اتفقنا المفروض حيجي بعدها verb ing شوف كده الاختيارات go going goes went يبقى الايجابة بتاسي حتبقى going عشان انا عندي or يبقى بيجي بعدها going to verb infinitive number two where is peace going to go for your next holiday اين انت سوف تذهب في اجازتك الايه القادمة do you you are are you ولا you do انا عندي هنا going to يبقى الايجابة هتبقى ايه are you عشان ده سؤال كاتب question word بعدها المفروض حكتب helping verb وبعدين subject excel yourself هنستنى الاجابات بتاعكو في الكمنت تحت الفيديو choose number one بيقولي they arranged everything هم ارتبوا كل شيء عمري جاب space to write is singing singing or singing sing it in on اشتركوا في القناة